السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار اخترت لكم ما هدان الله سبحانه وتعالى إليه وهو عبارة عن مجموعة من المختصرات علّى ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع أولاً ما زلت أتذكر تلك الحكمة التي قرأتها فحفظتها مباشرة لأنها أصابت كبد الحقيقة تقول هذه الحكمة وربما سمعتموها لكن يجب أن أنبه عليها أفضل أنواع الرجيم أفضل أنواع التخصيص أفضل أنواع تخفيف الوزن ما هو؟ هو أن تتوقف عن أكل ماذا؟ أكل اللحوم الحمراء؟ أكل الأشياء التي فيها كوليسترول عالي؟ لا فيما هو أفضل من ذلك وأسمى من ذلك وأسمق من ذلك فتقول الحكمة أفضل أنواع الرجيم هو أن تتوقف عن أكل لحوم الناس وأعراض الناس وحقوق الناس نعم والله العظيم هذا هو الرجيم الحقيقي الذي ينقذك في الدنيا وفي الآخرة لا مانع من أن يكون وزنك يزيد على المئة على المئة وخمسين على المئتين لكن قلبك وظهرك خفيف من حقوق الناس لكن ظهرك وقلبك خفيف من مطالب الناس لكن ظهرك خفيف من المظالم ولا ينفعك في المقابل أن يكون جسمك رشيقاً أو أن يكون جسمك رشيقاً لكنك محملة بالكثير من الأخطاء على الناس أسب الناس وغيبة الناس والنميمة على الناس وأكل حقوق الناس إذن يجب أن تكون خفيفاً من داخلك قبل أن تكون خفيفاً من ظاهرك أن يكون قلبك خفيفاً من حقوق الناس قبل أن يكون جسمك خفيفاً من الترهلات ومن الشحوم والدهون فانتبه لهذه المسألة كذلك من الحكم وأحاول قدر المستطاع أن أثير أمامكم سؤالاً وأنا ألقي هذه الحكمة تقول هذه الحكمة بعض الناس فقراء لأنهم طيبون وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء هي جملتان واحدة من هاتين الجملتين صحيحة والثانية خاطئة فأيهم الصحيح وأيهم الخاطئ طبعاً ما معي فرصة أن أعطيكم دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى تعرفوا ما هو الصحيح وما هو الخاطئ لكن أعيدها مرة ثانية علكم أن تلتقطوا الصحيح وأن تعرفوا الخاطئة بعض الناس فقراء لأنهم طيبون وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء أيهم الصحيحة؟ أنا الآن أجيب عليكم وأقول بعض الناس فقراء لأنهم طيبون هذه هي الصحيحة وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء هذه هي الخاطئة التي نحذر منها أعيدها وأشرحها بعض الناس فقراء لماذا فقراء لأنه طيب ما يسأله أحدا أحد من الناس في حاجة إلا ويعطيه 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 حتى يصبح فقيرا ما يرد سائلا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد سائلا أحيانا يلجئونه في مسألة السؤال إلى الجدار ويسقط عنه الرداء والغطاء ويقول لهم والله ما تسألونني شيئا من هذه الدنيا إلا أعطيتكم إياه والله ما الفقراء أخشى عليكم إنما أخشى عليكم من هذه الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم إذن بعض الناس فقراء بسبب أنه يقري الضيف ويساعد المسكين ويشارك المحتاج ويدخل السرور على الأطفال كما يقولون أحيانا الذي عنده ليس في يده بمجرد أن تمسكه يداه ينفقه ومع ذلك نقول يجب أن يكون الإنسان عنده جزء من الإنفاق وجزء من الادخار لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أما الجملة التي نحذر منها وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء إذن لأنه فقير يكون طيبا في التعامل لكن إذا اغتنى تغيرت أخلاقه ونحن نعرف كثير من الناس كان حبيبان وطيبان ولبيبان ومؤدبان فلما اغتنى تكبر على الناس تكبر حتى على الأقربين منه تكبر على والدته وعلى والده وعلى إخوانه لماذا؟ لأنه اغتنى والله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فبعض الناس ما يناسبه إلا الفقر وبعض الناس يناسبه أن يغنيه الله لأن الله يعلم من نفسه أنه سيتواضع ويبحث عن الفقراء والمساكين ليساعدهم ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى عليه في هذا المال ويؤدي حقوق الأقربين عليه في هذا المال ثم أنتقل إلى بعض اللطائف والمختصرات ونحن نقرأ في سورة العصر سورة العصر هي إحدى سور ثلاث من ثلاث آيات القرآن أعلى سورة فيه سورة البقرة في عدد آياتها وأقل سورة فيه ثلاث سور ذات ثلاث آيات إذن ما عندنا سورة في القرآن لها آياتان وإنما ثلاث آيات سورة العصر وسورة النصر وسورة إن أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر ثلاث آيات بعض الناس يقول طيب سورة الإخلاص قلوا الله أحد لا هذه أربع آيات قلوا الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد أما سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فتعالوا نقف أمام هذه السورة وقفات مختصرات علّى الله أن يبارك فيها للجميع أولاً افتتحت هذه السورة بالقسم والله عز جل له أن يقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله لا تقسم لا بالنبي ولا بالحياة ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالذمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت لا يقول أحدكم هذا المتحدث الآن أخونا خالد من السعودية والسعودية حنابلة والحنابلة متشددون هذا كلام غير صحيح هذا كلام لا يعتمد عليه هذا كلبيس من الشيطان أنا ما قلت لك قال الإمام أحمد أو قال الشافعي أو قال الإمام مالك أنا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت إذن احلف بالله سبحانه وتعالى احلف بصفة من صفاته احلف بإسم من أسمائه قل ورب البيت قل ورب العزة قل ومقلب القلوب قل أحلف بالله قل أقسم بربي العظيم قل أقسم بملك الملوك ورب الأرباب فلا تقسم بالنبي أو بالبدوي أو بالسيدة زينب أو بشرفي أو بحياتي أو حياة أمي أو حياة قبيلتي أو بعدد شعرات رأسي لا 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 احلف بالله سبحانه وتعالى فافتتحت هذه السورة بالقسم وافتتاح السورة بالقسم يدل على أن الأمر مهم فلذلك هيئ نفسك فرغ قلبك افتح نوافذ فؤادك حتى تستقر الحقيقة فيه والعصري جاء جواب القسم مخيفاً إن الإنسان لفي خسر والذي يقول إن الإنسان لفي خسر هو الله سبحانه وتعالى إن الإنسان كل الإنسان في خسارة ثم يستثني الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من اتصف بهذه الصفات فهو في ربحه في الدنيا وفي الآخرة الوقفة الثانية إن الإنسان لفي خسر الله عز وجل لما يحكم على إنسان بالخسارة أو يحكم على إنسان بالفلاح هل ميزان الله سبحانه وتعالى كميزاننا نحن؟ لا أو نحكم على إنسان بالخسارة لأنه لم يشاهد المباراة الفلانية الختامية لكأس العالم فنقول خسرت كذا من حياتك أو نحكم على إنسان بالخسارة لأنه ليس جميلاً أو ليس طويلاً أو ليس من الدولة الفلانية أو القبيلة الفلانية ميزان الله عز وجل يختلف الله سبحانه وتعالى يحكم على إنسان بالخسارة لأنه خسر العلاقة معه لأنه لم يعمل العمل الصالح لأنه لم يؤمن بالله لأنه لم يتقي ربه سبحانه وتعالى لأنه لم يبر بوالديه لأنه لم يرحم زوجته لأنه لم يرحم المساكين هذه أذية الخسارة الحقيقية وميزان الله عز وجل في الربح حينما يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فربح الله عز وجل في الخسارة والربح يختلف عن ميزاننا نحن ميزان الله في الربح والخسارة يختلف عن ميزاننا نحن ولذلك اقرأ في القرآن كله هل تجد أن الله حكم على إنسان بالنار لأن اسمه ليس اسما عربيا لا هل حكم الله عز وجل على أحد بالنار لأنه ليس من قبائل العرب وليس من الدول العربية لا هل حكم الله عز وجل على إنسان بالنار لأنه ليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لا وفي المقابل هل حكم الله عز وجل على إنسان بالجنة لأنه ذكي فقط لأنه طويل فقط لأن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم لا وأنا أذكر هنا أني كتبت مقالا عنوان هذا المقال فليكن اسمك جورج ليس من الضروري أن يكون اسمك كاسم النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن تكون أفعالك كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قلبك طاهرا كطهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أخلاق كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مؤمنا بالله كما آمل النبي صلى الله عليه وسلم أما الاسم فليس من الضروري أن يكون عربيا ولذلك ربما يأتي أناس كثيرون يوم القيامة أسماءهم ليست عربية اسمه جورج اسمه ديفيد اسمه استيث يدخلون جنات النعيم وربما تأتي يأتي أناس يوم القيامة أسماءهم عربية لكنهم إما في أدنى المنازل في الجنة أو في المصير الآخر والعياذ بالله إذن ميزان الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل لم يذكر الله عز وجل أناسا بأعيانهم ولا أشخاصا بأسماءهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّ والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله عز وجل يذكر أوصافا نأتي إلى وقفة ثالثة من الوقفات المختصرة ونحن نتأمل في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر ما معنى الخسر في الأصل؟ الخسر بمعنى النقص بمعنى النقص فالإنسان يحكم على نفسه بالخسارة أو يجر لنفسه النقص والخسارة والهلاك ويدل على ذلك أو يفيدنا في ذلك قول الله عز وجل في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني أنهم ينقصون ثم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بد أن تكون متصفا بهذه الصفات الأربع مؤمن بالله عامل للصالحات مما يدل على صدق إيمانك لأن بعض الناس يزعم أنه مؤمن لكن هل تصلي؟ لا هل تزكي؟ لا هل تصوم رمضان؟ لا لكن أنا مؤمن كيف أنت مؤمن ولا تؤدي هذه الفرائض؟ هل تشرب الخامر؟ أشربه هل يحصل منك الخطأ بارتكاب الفاحشة بين الحين والآخر؟ يحصل مني هل أنت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن الإيمان ليس مجرد إدعاء الإيمان ليس مجرد كلمة تقولها الإيمان شيء يقر في القلب فيؤثر على الواقع الإيمان شيء يقر في القلب فيؤثر على الجوارح يؤثر على اللسان يؤثر على أفعالك يؤثر على أقوالك يؤثر على أذكارك هذه هي حقيقة الإيمان الإيمان قول باللسان الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إذن من شعب الإيمان أن تعمل الصلاة سماها الله عز وجل إيمانا إذن الإيمان ليس مجرد تصديق في قلبك وإلا لكان إبليس مؤمنة لكان فرعون مؤمنة فإبليس يقول إن الله هو ربي وفرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت برب هارون وموسى ومع ذلك أغرقه الله عز وجل لأن الإيمان يقر في القلب لكن تصدقه هذه الأعمال بل الأعمال جزء من هذا الإيمان وقد قال الله عن الصلاة التي هي مجموعة من الأقوال والأعمال وما كان الله ليضيع إيمانكم سماها إيمانا إن الله بالناس لرؤوف لرؤوف رحيم إذن لا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهنا وقفة رابعة أو خامسة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا أخي ويا أخيتي إيانا أن نضيق صورة العمل الصالح فنظن أن العمل الصالح ما هو إلا صلاة أو زكاة أو قيام في الليل أو صيام للنهار لا العمل الصالح كل مية كل قول كل عمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى مما يرضي الله عز وجل العمل الصالح هو أن تصلي صحيح والعمل الصالح أن تخشع في صلاتك العمل الصالح أن تصلي صحيح والعمل الصالح أن تبر بوالديك العمل الصالح أن تبتسم في وجوه إخوانك العمل الصالح أن تعفو عن إخوانك العمل الصالح أن تميط الأذى عن طريق الناس بل العمل الصالح أن لا تضع الأذى في طريق الناس ابتداء من العمل الصالح أن تنوي النيها الصالحة من العمل الصالح أن تؤدي حقوق زوجتك وأن تؤدي حقوق أولادك من العمل الصالح أن تطعم الفقراء والمساكين ومن العمل الصالح أن تطعم أولادك وأهلك وسأكمل معكم شمول العمل الصالح بعد فاصل قصير فابقوا معنا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني الصالحات أحيانا في الإنفاق نتصور العمل الصالح أن أذهب في ليل مظلم وفي برد شديد إلى بيت امرأة عجوز ومعي صر فيها شيء من النقود وشيء من الطعام ثم أطرق عليها الباب فإذا فتحت الباب أعطيتها هذه الصرة وأنا متلثم حتى لتعرف من أنا ثم أرجع إلى بيتي هذا عمل صالح نعم هذا عمل صالح لكن لماذا ما تستحضر أن من العمل الصالح أن كل ما تأتي به لأهلك ولأولادك من العمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قال واللقمة يضعها في في امرأته له بها صدقة بل أولى الناس بإطعامك أولى الناس بأدبك أولى الناس بطرفتك أولى الناس بابتسامتك أولى الناس بأخلاقك هم الأقربون منك هم زوجتك أمك أبوك إخوانك أخواتك أولادك من الذكور والإناث لماذا تتصور العمل الصالح هو صيام التطوع وخاصة في أيام الصيف نعم هذا من العمل الصالح لكن أن تهمز رجل أمك حتى تدخل الصرور عليها وتعمل شيئا من المساج لعضلاتها هذا من العمل الصالح هذا من العمل الصالح إذن العمل الصالح أشمل مما نتصور يا أخي كأس من الماء تقدمه لضيف جاء إليك هذا من العمل الصالح لماذا تتصور أن العمل الصالح مع جارك هو أن تعرض عليه محاضرة في مسجد فيذهب معك لحضور هذه المحاضرة فتشعر أنك قد قدمت عملا صالحا لجارك تبتغي به وجه الله لا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشمل من ذلك كل معروف صدقة كل معروف صدقة نعم كل معروف صدقة كل معروف تعمله لا بل أزيدكم ما هو أعظم من ذلك حتى لو قدمت لحيوان الحيوان يعتبر من العمل الصالح تقدم شيئا من الحليف أو شيئا من الطعام أو شيئا من الشراب والماء لحيوان يعتبر لك من العمل الصالح لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يقبل من عبده كل ما هو خير كل ما هو طيب ما دام يبتغي به وجه الله عز وجل تلك المرأة البغي من بني إسرائيل نادمة على أنها ارتكبت هذه الخطيئة فرأت كلبا يأكل الثرى يلهث من شدة العطش فرحمت هذا الكلب رحمت هذا الكلب فرحمها الله عز وجل وتحقق فيها ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فنالتها رحمة الله عز وجل فسعدت في الدنيا وفي الآخرة دخلت في البئر فأخرجت شيئا يسيرا من الماء فأسقط هذا الكلب فشكر الله عز وجل لها وغفر لها وأدخلها الجنة والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقفه لما لم يقل الله عز وجل وتناصحوا وقال وتواصوا لأن الوصية فيها عناية أكثر من النصيحة لأن الوصية فيها اختصار فيها انتقاء أكثر من النصيحة النصيحة يمكن أن تأخذ عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة أما الوصية فلا الوصية سريعة سأنتق لك ما هو الأهم لما لم تأتي الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأوصوا بالحق وأوصوا بالصبر وإنما قال كواصوا لأن التواصي يدل على على اشتراك جميع الأطراف نحن ما عندنا في الإسلام كما عند النصرانية أو عند بعض المذاهب التي هي داخل دائرة الإسلام وإن كانت في الحقيقة في أصولها خارج دائرة الإسلام أن من ينصح هم أناس معينون والبقية ينتصحون فقط أناس يأمرون وينهون والبقية يستمعون لا ما عندنا في الإسلام هذا عندنا في الإسلام أنا أنصحك على ملحوظة رأيتها عليك وفي الغد أنت تنصحني على ملحوظة رأيتها عليك حتى لو كان الإنسان من العلماء الكبار حتى لو كان من العلماء الكبار فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائن التوابون فأنا أنصحك بما أعرف وأقدم لك كهدية ما أعرفه من الخير وكذلك أنت تنصحني بما لاحظته علي من الخطأ وتقدم لي هدية ما عرفته أنت من الحق والصواب ورحم الله امرأى أهدى إلي عيوبي لكن في النصرانية لا عندهم بابا هذا لا يتطرق إليه الخطأ في بعض المذاهد عندهم آية يسمونه آية هذا هذا امتداد امتداد للمعصومين من الأئمة وعندهم من يخلعون عليهم من الصفات ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى فيرون أنهم يعلمون الغيب ويرون أنهم هم الذين يدخلون الناس الجنة ويدخلون الناس النار وأنهم يعلمون متى يموتون وأن القرب منهم يأتي بالخيرات وأن وصلوا إلى هذه الدرجة وهذا في كتبهم أن شرب أبوالهم يأتيك بالخير ويكون سببا لدخول الجنة لا عندنا في الإسلام ما عندنا في الإسلام الصحيح في الإسلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد يقبل منه أن ينصح ويجب أن يقبل أن ينصح لذلك قال الله عز وجل وتواصوا وتواصوا مجتمع يوصي بعضه بعضا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كذلك من الوقفات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا ما هي أداة ماذا؟ أداة استثناء طيب ذكر الله عز وجل الخسارة قبل إلا قال والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا وذكر الفلاح وأسباب الفلاح بعد إلا وهنا السؤال يأتي هل في العادة في اللغة العربية أن ما قبل إلا أكثر أو ما بعد إلا أكثر؟ عادة في اللغة العربية ما قبل إلا أكثر إذن إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على هذه السورة إذن الخاسرون من لدن آدم إلى قيام الساعة هم الأكثر الكافرون بالله هم الأكثر والمستثنون هم القلة القليلة ويدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن ونصوص كثيرة من السنة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيح حينما يقول الله عز وجل لآدم يا آدم أخرج بعث النار فيقول الله عز وجل وما بعث النار لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك يا ربي وما بعث النار قال أن تخرج من ذريتك من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدا إلى الجنة فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فتسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج إلى النار وواحد منكم ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بشائره التي أعطاها الله عز وجل إياه لهذه الأمة وقد قال الله سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال الله عز وجل وقليل ماهم وقال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال الله سبحانه وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا أبى أكثر من بعث الله عز وجل لهم الأنبياء إلا أن يكفروا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث الذي ما يزال الإنسان يتعجب منه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد بعث الله نبيا من الأنبياء إلى قوم يأمرهم بالحق ينهاهم عن الباطل لم يستجب أي أحد من قومه فيأتي يوم القيامة ما آمن إلا هو برسالة الله سبحانه وتعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى الوقت معي إلى لقاء قادم من برنامج بكل اختصار أستودعكم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي وخذ وردا وخذ